تعبيرا عن رفضها التدخل التركي في ليبيا شجبت الرئاسة الفرنسية في بيانها التدخل العسكري التركي في ليبيا واستغلال حلف الناتو في هذا التدخل مضيفة لنسمح بمرر ذلك بيان الرئاسة الفرنسية وصف سياسة تركيا في ليبيا بالعدوانية وأنه لا يمكن استمع بها مشيرة إلى أن تركيا تنشر سبع سفن حربية قبلة ليبيا وأنها تنتهك حضر توريد الأسلحة مستغلة عضوياتها في حلف الناتو كما كشفت الرئاسة الفرنسية في ختام بيانها على أن الرئيس ماكرون تحدث مع نظيره الأمريكي ترامب عن تصرفات الأتراك غير المقبولة في ليبيا واستغلالهم للناتو بشكل لا يسمح لفرنسا السمح به ومن جهتها قالت وكرة الصحافة الفرنسية AFB أن الرئيس الفرنسي قد ندم بالفعل على صمت حلف الشمال الأطلسي الذي سمح لتركيا بالهجوم العسكري ضد المجموعات الكردية حلفة الغرب في الحرب ضد الإرهاب في سوريا ثم قال في نوبمبر أن الناتو قد مات دماغيا وفي سياق حديثها عن مضامع تركيا في غاز المتوسط والاتفاقية المثيرة للجدل بين سراجي وأردوغان أشارت الوكالة إلى طلب الاتحاد الأوروبي دعم الناتو لمساعدته في فرض حظر الأسلحة على ليبيا بعد أن تم منعه من قبل الجيش التركي لتفتيش سفينة مشبوهة كانت تتجه من أحدى المواني التركية إلى ليبيا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر